أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الامطلة بالأسلحة الصاروخية كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية فادت بأن أربع قذائف سقطت في مناطق مفتوحة في الامطلة شرت إلى صدور أوامر لسكان كريات شمونة بالبقاء بالقرب من مناطق محمية حتى إشعار آخر يتهد في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية مقتلى شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النقورة جنوبي لبنان فد مراسل الغد بأن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة كافركلة جنوبي لبنان فد وفدت وسائل علام إسرائيلية بأن 15 صاروخاً أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه كريات شمونة دوت صافرات الإنذار في المستوطنة ومحيطها وبحسب بلدية كريات شمونة فإن صاروخين سقطا في المدينة وتسببا في أضرار في بعض الممتلكات بينما اعترضت القبة الحديدية عدداً آخر من الصواريخ أذو طالبت بلدية كريات شمونة السكان بالبقاء بجانب الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر نضم إلينا من حيفا مراسل الغد رزي تطور ومن القطاع الشرقي بجنوبي لبنان موفد الغد سلامة عطلة أهلاً بكم أبدأ معك موفد الغد إلى القطاع الشرقي سلامة عطلة بالجديد لديك وتطورات الميدانية لا تزال الرسائل تتواصل بين الطرفين بين حزب الله وإسرائيل بالقصف والقصف المتبادل غارات متعددة من الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على عدد من البلدات الجنوبية أغارت طائرة مسيرة على النقورة وأودت لمقتل اثنين نعاهما الحزب قبل قليل وكذلك أغارت الطائرات الحربية بغارات عنيفة على كفار كيلة إضافة إلى القصف المدفعي المتقطع على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني على أطراف ديرميماس وكفر كيلة والخيام وطلوسة وبياض بليدة وميس الجبل وأيضاً رشقات بالرصاص على المياه في البحر المتوسط المياه اللبنانية وقذائف مدفعية في ظل السيناريوهات التي تقول بأن حزب الله يمكن أن يستهدف في البحر سفينة إسرائيلية وبالتالي تتواصل الرشقات بالرصاص بين الفينة والأخرى على المياه اللبنانية فيما أعلن الحزب عن عمليتين أو ثلاث عمليات منذ الصباح آخرها كان إطلاق رشقات كاتيوشا على كريات شمونة وكذلك على إصبع الجليل على مواقع عسكرية والأهم كان وصول صاروخ بركان برأس يزن 500 كيلو جرام وقد وصل بالفعل كريات شمونة وكان انفجاراً كبيراً صورة وانتشرت هذه المقاطع على نطاق واسع لشدة الانفجار ولأن الصاروخ بالفعل تمكن من الإفلات من القبة الحديدية رغم الاستنفار الأمني واليقضاء الأمنية العالية من الجانب الإسرائيلي نحو أكثر أكثر من أسبوع مرت على التهديد بالانتقام لمقتل هنية وشكر ولا يزال الكل يترقب متى وكيف سيكون هذا الانتقام لكن الجبهة لا تزال مشتعلة كان لافتاً أن يطلق أو أن يرسل الإسرائيليون مسيرات تحمل مكبرات صوت تحرض على حزب الله وعلى أمين عامه وكانت هذه المسيرات تحلق على مستوى منخفض في بنت جبيل بالأمس واليوم واليوم تم إطلاق النار على هذه المسيرة التي تحمل مكبرات صوت وتحرض على الحزب وأمينه العام لم تصب هذه المسيرة لكن هذا تكتيكاً نفسياً جديداً يضاف إلى التوتر العالي في المنطقة والحرب الاستخباراتية الواسعة أيضاً الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق السماء في الأجواء اللبنانية من الجنوب وصولاً إلى بيروت والطيران الاستطلاعي لا يغادر المنطقة في محاولة لرصد أي تحركات من حزب الله لإحباطها مبكراً الغارات عنيفة الرد والرد المتبادل والكل لا يزال ينتظر ما يسمى بالرد القاسي